السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا انا فخور بكم جدا. والله العظيم ربنا يعلم ده. تمام? اه طبعا نفستحي الاكاديمية. كان اول مبارح وانت يعتبر اول مجموعة من الشباب تتمرم معي. اكي? بس حابب قبل ما نبدأ تمرين اقول لكم كم نصيحة او كم حاجة هتفيدك في كامل حياتك. بصوا شباب العالم ده كله مليان نسخ كتير. مقصود نسخ كتير. ان في ناس كتير جدا جدا تقليدية. او ناس عادية. خليكم عارفين. ان الاديان والعقل والمنطق وكل شيء بيدعوا الى التنافس. كلمة التنافس ان انا اكون مميز. حتى مذكورة في القرآن في التنافس والمتنافسون. تمام? وفي بيقول لك في العبادة بس لا في كل شيء. لان ربنا خلقك عشان تعمر في الارض. في كل مكان في العالم في الناس السيئة. والناس الكويسة. هم عندهم برة. الناس العمليين. الناس المجتهدين. اكتر من عندنا. هما برضو عندهم ناس سيئين كتير. ناس مش تمام. بس الفكرة في النسبة والتناسب. احنا ليه مسلا دول متأخرة. لان اغلبية الناس عندنا هنا واغلبية فكر الشباب. فكر تقليدي. مش انسان مميز. انسان بيعمل حياة الروتينية. الروتينية. هروح اشتغل. اجيب الفلوس مثلا بدل ما استثمر فيها. لا احوشها زي ما هي. اعمل جمايات يكون علي ديون. اتجوز اخلف انام اشرب اكل. بس كده. الطموح محدود. الفكر محدود. بتفضل انسان زي ما انت عادي. انسان. ما فيش حد هيذكرك فيه ما بعد. لكن انت عشان تكون انسان مختلف او مميز لازم تخرج من الحتة دي. فاللي بيقودك اساسا هو عقلك. هو الله العظيم اللي بيقودك. بس العقل لوحده بدون اخلاق. ملوش اي لازمة. العقل لوحده بدون بدل ومارسة رياضة برضو ملوش لازمة. هي معادلة بتكمل بعض. فكلمة تقرب من ربنا مقصدي بيها ان محدش ده من عمره خالص. خاء نهائي. مبارح في شاب بتوفى بطل. بطل عالم. بطل رياضي. هتشوفوا جسمه كده كبال اجسام تقوله ما شاء الله. ولا عنده اي مرض ولا اي شيء. راكب الرز بتاعه حدثة تاني يوم اتوفى. الفرق بس اربعة وعشرين ساعة فل لو بدخلت الاكاونت بتاعه. كان حدث انجاز كده حققه تاني يوم جنازة الراجل ده النهاردة. فما حدش ضامن حياته. فانت انسان لازم تكون مسالم من جواك. حفظ. حسد الكلام ده كله. لا امنع. انسان لازم تكون مميز من جواك. كلمة المميز. انا مسلا انا عندي اهداف بكتبها دايما باستمرار. عايز احققها. انت هتفشل. اه هتفشل. طبيعي جدا. عشان كده اكتر شيء هيعلمك انك تنجز في حياتك هو مجالنا ده. هتشوفه انا بعلمك. بقول لك اعمل الرقلة الامية. تمام? ازاي تتشقلب? ازاي تعمل الرقلات الهوائية. الكلام ده هيفضل نحاول ونغلط ونحاول ونغلط وهكذا. دايما خليك انسان غيور. غير يا عمي. غير. شايف تلميزك احسن منه? غير. ادي من جواك. بس ما تكرهوش. بس ادي. اقول اش معنا هو? هنلاقي في الفصل الدراسي اتنين هما المتفوقين. والباقي كله قاعد. الاتنين المتفوقين دول بيقدم يكونوا رائد على الفصل ويقف مش عارف على التلاميذ والكمان. اش معنا الاتنين دول? وش معنا التسعة واربعين والتنين واربعين هما اللي عاديين. لان الاتنين دول اختلفوا. بيروحوا بيذكروا بيجتهدوا بيعملوا. فالحياة دي عايزة اجتهاد. مننا على قد ما نقدر. والله العظيم اقسم بالله. اكتر حد هيساعدك هو انت. والله العظيم كمان مرة عن تجربة شخصية. اكتر حد هيخليك توصل لاي شيء انت عايزه هو انت. انت جاي تتمرب مع كابتن جابر كابتن مجابر ده مجرد ايه? مدرب. المدرب ده بيوجهك. بيرشدك. لكن المسؤول عن كونك بطل او تكون بطل هو انت. انا بقول لك قرر حركات. اعمل كزا وانت بتعملش. يبقى انت ورضو. انت المسؤول عن نفسك اكتر حد. تمام? حاول انسان دايما ما تكونش اعتمادي. مستني غيري عشان اه حلم يتحقق. انا رحت مش عارف في مكان معين وترفضت وتتحبز وتقس من نفسك. ما تسيبش نفسك لنفسك. وما تسيبش نفسك للناس السيئة. لان دي نفسك زي ما فيها خير فيها شر. ممكن تسحبك للشعوات والشر وحاجات وحشة كتير. وكزلك الاصدقاء السيئين. لما بيقولوا الفاظ بيئة لما بيشربوا سجاير لامة 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 هيمر بيك الزمن وهيكبر بيك الوقت. تخش مثلا في التلاتينات اللي اربعينات وتبص نفسك سف. لسه عملتش حاجة. ما فيدتش غيرك. والمشكلة ان انت كل لما بتتأخر كل لما انت بتبني جيل متأخر زيك. ما هو ابنك اللي هيجي ده هيقلب مين? هيقلدك انت. ابنك ده هيقلدك انت بالزبط. غالبا هيطلع زيك غالبا. سواء في طريق الشر او سواء في طريق الخير. تمام? فبالله عليكم. ده دايما الكلام اللي انا بقوله باستمرار. قرب من ربنا على قد ما تقدر بكل عمل يعني غير الصلاة. بكل عمل كويس. في حياتك. ثانيا نم عقلك. بافكار. اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي في ناس كتير عاستي تفلو سمنه. فبيعملوا اي حاجات هبلة. انا جبت مش عارف اتنين كيلو آآ كنافة. طلقت امراضي هتلاقوا حاجات غريبة في الحاجات طبقش الحاجات دي. خش هتبق معلومة طبية معلومة مفيدة اقرأ كتاب. نمي عقلك هتسبق سنك. الحاجات الهايفة دي هو اقسم بالله ما هتفيدك. اللي تبق عبدو ما انت استفاد ايه? قل استفاد ايه? لكن اللي تبق ارياضي او تبقى محمد احمد زوين او او استفاد بالعلم. فنمي عقلك على قد ما تقدر. سالسا جسمك. نمي بالرياضة. لكن الرياضة لوحدها بدون عقل وبدون اخلاق ودين ملهاش لازم. خلينا بقى في موضوعنا انتو النور ده جايين تبقوا ابطال. فنون كتالية مختلطة. فيه اللي جاي عايز يخش بطولاتي وبطال عالم? وفيه اللي جاي عايز دفع عن نفسه? وفيه اللي جاي عايز يخش يخش كلية حربية? دي كل اسمها اهداف. لكن لازم تعرف احنا بنتمرن في نقطة ليه? انت تتمرن في نقطة ليه عشان تتحكم شهواتك في انفعالاتك. علشان تكون انسان بتتحكم في قوتك. وعشان تكون انسان عندك ثقة في نفسك. وعشان تكون انسان مميز وعشان تكون بطل وعشان تكون مدرب. تمام? وعلشان وعلشان ربنا يبرك لك تصحتك. وعلشان ما تتصابش بامرات كتير. حاجات كتير جدا هي. علشان تعرف ترد على اي حد يقول لك يا عم انت هتستفد ايه? المجال اللي احنا فيه ده? مجال المحاولات. ثم المحاولات. ثم المحاولات. لازم تحاول لازم تعافل. المجال ده مش بدني بس. اضرب واعمل ومش عارف تشعل بغلط. انت في البداية محتاج تركز. بتدمج ده مع ده. العقل مع العقل زهنك يعني مع جسمك. انت اكتر حاجة وانا بشرح لك هتلاقي نفسك تحتي مني. لازم تركز. انت جاي هنا مش ببلاش. ده في اشتراك. لو مش فهم يا كابتن جاب العيد تاني. انا ده حق. هعيد لك مرة ومليون. حتى لو انت مش عارف تفهم عيد لك تاني برضو. ايه وعا? لما مسلا ما بتجيبش حركات تفتكر ان دهش تتعلم. وتيأس. يبقى انت اللي اختفت الطريق ده والله العظيم ممكن اي حد يبدأ في المجال ده بالصف. طب ايه الحركة مش تيجي معاك. لك هنحول مرة هنحول مرة واتنين وثلاثة واربعة هتيجي معانا. بصو خلاصة فيش حد هسن منك. انت بس ان ربنا اوجدك في الدنيا دي والله العظيم. معناها انك انت انسان انت حاجة عظيمة. حاجة عظيمة بس ان ربنا اختارك واوجدك. يبقى تستقلب نفسك نهائي. مهما في حياتك فيها عقبات وفيها صغرات وفيها مشاكل. يبقى تفتكر ان انت منافق او خبيث او انسان مش تمام. لا انت حاجة عظيمة. ان ربنا بس اوجدك. بس تخليك عارف ان قوانين الدنيا محتاجة ذكاء شوية. اعافر اغير. هوصل لان انا عايزه. ده اسموا الايمان. الايمان لو عندك ده كده جواك خلاص. طول ما انت بتعمل الحاجة وبتفشل فيها برضو هتكون مستمتل لانك عارف انك انت هتجيبها. هو ده الفرق. فالنجاح هنكون لما اجي اعمل حاجة بس ارهي. واقع. هو من حركة تانية واقع. وهكذا وتانية واقع من الحركة واقع. وهحاول ما هتحدى نفسي وهو وهجيبها وهو وهجيبها. هو ده بتدرك. ده اسموا الايمان. لكن ما تجيش تقول لي يا كابسل ما فيش حاجة بتيجي معايا انا بتقدمش ليه. ما ينفعش تقول لي كده خالص. انا كل اللي بيعامله في المجال ده بكتهت فيه. بس فجأة ليت نفس الناس عارفيني. لكن انا مش بس مش في دماغي ما بحطش في دماغي انا مشهور والكلام ده خالص. افكرش فيها نهائي. انا هي رسالة عندي بقدمها. وكل اللي انا ماشي عليه بقولهو لك. فاك اتلاقي عملك هو اللي بيوصل لكل الناس. ربنا بيوصل كل الناس لانك بتبتقي ربنا في كل شيء. التوق ربية فيها التوق ربنا في فينا او فيها زي ما تقربنا فيكم. هشوح لكم واحدة واحدة وبضمير وكل واحد هقف معاه. وقفة اخ قبل ما تكون وقفة مدرد. ولو في حد عنده اي مشاكل شخصية مشاكل برة اعتبني صاحبك. اعتبني صاحبك. خلص التمرين يا كابتن جابر بعد ازنك في حاجة عايز احكالك. يمكن اقدر احلالك. يمكن اقدر اصعدك. تمام? ان شاء الله ربنا اعمل ربنا وفقنا. وهنوصل لكل شيء. حد عايز اتقالي سؤال? حد عايز اتقالي سؤال? ما يا شباب? هنبدأ دلوقتي بقى التمرين بتاعنا.